منصب بلا رئيس وبرلمان بلا جلسات هكذا أصبح حال مجلس النواب الذي لم يتبقى على عمره إلا أشهر قلائل والخلافات مستمرة حول جلسة الانتخاب فالإجماع الجديد هو من نصيب المشهداني رغم أن الكتلة الأكبر في المكون السني تحاول فتح الترشيح مرة أخرى يعني القوة السياسية التي تصر على إعادة فتح المرشحين لمجلس النواب لرئاسة مجلس النواب ترى أن انتخاب محمود المشهداني هو خسارة سياسية لها وكذلك هي غير داعمة للمرشح سالم العيساوي وهي تمثل جزء كبير جدا من المكون السني قد تنسحب من جلسة مجلس النواب القادمة ولكن حتى هذا الانسحاب لن يؤثر لأن هناك نصف المكون الآخر موجود وثقل مجلس النواب يقع على الإطار التنسيقي أكثر من 140 نائب برلماني بالإضافة إلى المكون الكردي فأعتقد من الطبيعي أن جلسة مجلس النواب ستمضي وسيكون هناك اختيار لأحد المرشحين وعلى الأغلب محمود المشهداني الاختلاف داخل المكون السني هو أحد أسباب التأخير كما أنه فتح الباب أمام الإطار التنسيقي لتمرير بعض القوانين وأنها وبحسب ما يقال خالفة العرف المتبع منذ أعوام كلنا نعرف بأن القوى السنية هي من تتفق على مرشح واحد وتأتي إلى مجلس النواب لكي يتم التصويت عليه ما يحدث الآن بأن قوى داخل الإطار التنسيقي انقسمت إلى قسمين وكل قسم يحاول بدفع عن مرشحه من أجل غايات وأهداف استيراتيجية قانون الانتخابات تمرير بعض القضايا من داخل مجلس النواب فبالتالي قوى الإطار تحاول أن تستثمر هذا الأمر في ظل وجود خلافات داخل البيت السني وأيضا داخل البيت الكردي الأسبوع القادم وأولى الجلسات ستكون لاختيار الرئيس هكذا سجل في الاتفاق السياسي فالقوانين المهمة لا تزال مسطرة في درج البيت التشريعي لم تقر ولم يوفى بالوعد للناخبين والمواطنين عمار غسان قناة الرشيد